إلى أخبار أصحاب الثروات الملياردير إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا للسيارات الكهربائية حقق أرباحاً بقيمة 33 مليار دولار ليس خلال عام بل خلال يوم واحد وجاء ذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسهم الشركة تقرير هشام فريد إنه صاحب أكبر قفزة مالية تقع في يوم واحد لثروة إنسان في التاريخ البشري ففي الساعات الأولى من العام الجديد دخل خزائنه أكثر من 34 مليار دولار ومن المتوقع أن يصبح أول تريليونير في التاريخ رغم أنه كان على وشك الإفلاس في العام 2018 إنه الأسطورة آيرون ماسك من جنوب إفريقيا المولود عام 71 والذي وصلت ثروته إلى 304 مليارات دولار والتي لم يصل إليها أحد في التاريخ حتى الآن هذه الاتفاعة الحد جاءت بعد حتى ماساهم جاكا تسيلا رقماً قياسياً في نسبة تسليم السيارات الكربائية وقفزت تقييم السوقي للشركة مرة أخرى للشهر الماضي إلى فوق التريليون دولار بعد انخفاض في شهرين نوفمبر وديسمبر وفي يوم الإثنين الماضي صارت أسهم الشركة في أول يوم الاتداول في بورسة نيويورك آيرون ماسك يعد من أكثر الأغنية اختلافاً لثلاثة أسباب تقنية أولاً ثروته تأتي من مصادر غير مألوفة ثانياً مشروعاته في مجال الفضاء لا تتوقف عند حدود ناسع ثالثاً ابتكاراته في الصناعة والنقل تتجاوز قصص الخيال العلمي أما الأسباب الشخصية التي سهمت في صنع هذه الأسطورة أولاً اعترافه بشجاعة وجرأة أنه مصاب بمتلازمة تسبورغر أحد أشكال مرض التوحد ثانياً اهتمامه المبكر بالفلسفة والخيال العلمي والروايات الخيالية مسؤول أممي قال إن 2% فقط من ثروة ماسك بإمكانها أن تنهي أشجوع في العالم ليرد عليه ماسك بأنه على استعداد ببيع أسهمه في تسلة إذا شرحت له المنظمة كيف تكفي 6 مليارات دولار لإنهاء معاناة الفقراء وفي حوار صحفي لخص آيلون ماسك الأسرار الستة لتفوق الإثثنائي لا تجعل ألمال هدفك الوحيد اتبع شغفك لا تخف من وضع إهداف كبرى كن مستعداً للمجازفة تجاهل النقاد استمتع بحياتك